إذاعة الرينة إذاعة إيرترية مستقلة يشرف عليها صحقيون إيرتيون مستقلون ويأتيكم بثها من باريس مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافقة الثامن من نوفمبر عام الفين وأربعة وعشرين كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار ثم بعد ذلك تتابعون حلقة معادة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث تتعلق بنشأة وتطور قوات الدعم السريع في السودان وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم المستمعون الكرام فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين مصر والسودان تؤكدان على أن تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها والاتحاد الإفريقي واليونسكوين الضمان مؤتمرا لحماية الصحفيين خلال الأزمات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا كانت لكم سيداتي سادة عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس أكدت مصر والسودان على أن تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين ولا يمكن التهاون فيها جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين المصر بدر عبد العاطي والسودان المعين حديثا علي الشريف في القاهرة الأربعاء الماضي وفق ما ذكر بيان الخارجية المصرية وأضاف البيان أن لقاء الوزيرين عكست طابقا كاملا في المواقف بشأن قضية الأمن المائي وأكد البيان على وقوف مصر مع السودان ودعم مؤسساته الوطنية واحترام سيادته ويأتي لقاء الوزيرين عقب لقاء الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السودان عبد الفتاح البرهان على هامش مشاركة البرهان في المنتدى الحضر الذي عقد في القاهرة الأثنين الماضي انطلق في العاصمة الأثيوبي أديس أباب الأربعاء مؤتمر دولي لحماية الصحفيين خلال الأزمات تحت شعار سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالة الطوارئ ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تخليد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومفاوضية الاتحاد الإفريقي للذكرى العاشرة لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي تم إقراره بمدينة ستارسبورغ الفرنسية عام 2014 وشارك في المؤتمر مئات الصحفيين والإعلاميين وممثلية المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية من أكثر من أربعين دولة وأكدت اليونسكو في بيان لها بهذه المناسبة أن هذا المؤتمر فرصة لتأكيد الالتزامات بضمان حرية التعبير في جميع أنحاء العالم ولتعزيز التعاون الدولي لحماية الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الإعلام خلال أوقات الأزمات بدوره اعتبر نائب مقرر الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي أديو أن المؤتمر مناسبة للتفكير في مستقبل الصحفيين ووسائل الإعلام وإعادة التأكيد من خلال المواثيق الإفريقية والدولية التي تنص على حماية الحق في الحياة وعلى ضرورة تأمين سلامتهم إفريقيا وعالميا من جهته دعا رئيس فدرالية الصحفيين الأفارق عمر فاروق إلى ضرورة التحرك من قبل المنظمات الأهلية والحقوقية المعنية وذلك لمعالجة هذه الأزمة وصول حق الصحفيين الأساسي في حرية التعبير والوصول للمعلومة الذي بات في خطر محدق بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا مستمعي الكرام ومستمعات الكلمات كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة معادة من برنامج تعليق على حدث كنا قد قدمناها في وقت سابق عن نشأة وتطور قوات الدعم السريع في السودان نتابع إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيريتريا مستمعي العزاء أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي نخصص في حلقة اليوم للحديث عن تاريخ الدعم السريع ونشأته وتطوره والأحداث التي سبقته وذلك من خلال تسليط الضوء على المنطقة التي نمى وترعرع فيها وهي منطقة دارفور مستمعين الكرام دعونا في البداية نلقي نظرة على هذا الإقليم المضطرب الذي عاش عشرات السنوات في نزاعات طويلة فتكت بحياة الإنسان الدارفوري قبل السوداني سبب التسمية سمي الإقليم باسم دارفور تيمنا بقبيلة الفور التي حكمت الإقليم من خلال إقامة سلطنة دارفور في العام 1445 ميلادية يقع إقليم دارفور في غرب السودان على مساحة جغرافية واسعة تمتد من الحدود الليبية شمالا وحتى بحر الغزال في جنوب السودان جنوبا ومن كردفان في الشرق وحتى الحدود التشادية غربا وهو إقليم مترام الأطراف ويمثل خمس مساحة السودان وعدد السكان حوالي ستة ملايين نسمة وهذه الامتدادات الشاسعة أدت إلى وجود تداخل قبل في دول الجوار مثل تشادو إفريقيا الوسطى ويعتبر الإقليم متلوعا من حيث التركيبة السكانية إذ أنه خليط متجانس من القبائل الإفريقية والعربية التي هاجرت إلى المنطقة منذ زمن طويل وأشهر القبائل الإفريقية في دارفور هي المساليت والبرقو والقمر والبرت والزغاوة وغيرها كثير ومن أشهر القبائل العربية الرزيقات والمسيرية والمحاميد وأولاد الجناد وأولاد راشد والمعالية والهبانية وغيرها وقد عاشت القبائل العربية والإفريقية في تناغمين ووئام منذ القدم واعتادت المجامع الرعوية الانتقال إلى مناطق المزارعين بعد حصاد الثمار في موسم الجفاف ويتميز إقليم دارفور بكثرة المرتفعات الجبلية وأشهرها وأهمها جبل مرة بالإضافة إلى جبال أخرى كجبل الميدوب ومكدوس وبوغيران ومعظم أراضي الإقليم هي أراضي خصبة ويعد الإقليم غني بالثروات المتنوعة مثل الزراعة إذ يشتهر الإقليم بشجر الهشاب الذي ينتج السمغ العربي وأيضا القطن والقمح في بعض المناطق إضافة إلى أنواع الذر المختلفة وكذلك يدخل الإقليم بالثروة الحيوانية المتنوعة الإبل والبقر والغنم ويعتمد فيه السودان بشكل كبير في تصدير المواشي السودانية أضف إلى ذلك أنه يمر به نهر العرب الذي يصب في نهر بحر الغزال وبه عدد من الوديان ذات المياه العذبة بالإضافة إلى الثروات المعدنية كالذهب والنفط وبالرغم من اختزان الإقليم لهذه الثروات إلا أنه يعتبر من الأقاليم المهمشة والأقل نموا اتفقت على تهميشه الحكومات المتعاقبة على السودان ويحترف معظم السكان الزراعة والرعي وعدد قليل منهم يعمل في التجارة ينقسم إقليم دارفور إداريا إلى ثلاث مناطق أو أقاليم سابقا وهي شمال دارفور وحاضرتها الفاشر وجنوب دارفور وحاضرتها نيالة وغرب دارفور وحاضرتها الجنينة وفي العام 2011 وافق مجلس الوزراء السوداني برئاسة عمر البشير على إضافة منطقتين إداريتين هما شرق دارفور وحاضرتها الضعين ووسط دارفور وحاضرتها زالينجي وأوضح المجلس آنذاك بأن إضافة الولايتين تم بناء على رغبة أهل دارفور وهنا يجب أن ننويها لأمر مهم قبل هذا التقسيم الإداري وهو أن منطقة دارفور لم تكن جزءا من السودان المعروف حاليا قبل العام 1916 حيث كانت دارفور سلطانة إسلامية مستقلة لها عملتها وعلمها تعاقب على حكمها مجموعة من السلاطين لأكثر من 430 سنة من عام 1445 إلى عام 1875 وكان آخرهم السلطان علي دينار الذي وقف إلى جانب الثورة المهدية وناصرها وعندما قامت الحرب العالمية وقف السلطان علي دينار مع الدولة العثمانية وهو الأمر الذي أثار حفيظة الاستعمار الإنجليزي مما أدى إلى القضاء على السلطنة وضمها إلى الخارطة السودانية ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامج التعليق على حدث والتي نتناول فيها اليوم نشأت وتطور قوات الدعم السريع في السودان فاصلا قصير ونعود إليكم فابقوا معنا وتضرر إقليم دارفور من الجفافة الذي ضرب المنطقة بشكل عام في سبعينيات القرن الماضي وتسبب الجفاف في أزمة كبيرة وهي ذات الأزمة التي أنهت حكم الإمبراطور الأثيو بهيل سلاسة وأدى هذا الجفاف إلى نشوب الصراعات بين سكان الإقليم نتيجة لشح الموارد المائية والزراعية وتعد بعد الدراسات أن ذلك الجفاف هو نواة الصراع الذي تطور لاحقا وهنا يجب التنبيه إلى أن الصراع في بدايته لم يكن إثنيا أو قبليا وإنما كان صراعا من أجل السيطرة على الموارد المائية والأرض الخصبة والتي كانت دائما وأبدا أساس الصراع بين المجتمعات الرعوية والزراعية والسؤال الذي يطرح نفسه متى كانت بداية هذا الصراع؟ كما أسلفنا تعود بداية الصراع إلى فترة الجفاف الذي ضرب المنطقة في السبعينيات كنتيجة طبيعية للرغبة في السيطرة على الموارد المائية والزراعية وبدأ هذا الصراع يتطور شيئا فشيئا ليأخذ طابعا إثنيا أو قبليا وبلغ الذروته في العام 1989 حيث وقعت نزاعات عنيفة بين قبائل الفور ذات الأصل الإفريقي والقبائل العربية نتج عنه سقوط قتلى من الطرفين تدخلت بعد ذلك الحكومة السودانية لرعاية الصلح بين العرب والفور برعاية الرئيس السابق عمر البشير في مدينة الفاشر أعقب ذلك الصراع سلسلة من الصراعات المتوالية بين عامي 1998 و2001 بين القبائل العربية وقبيلة المصاليت وهذا لا يعني عدم وجود خلافات سابقة في الإقليم بل كانت هناك خلافات بسيطة في الإقليم بين الرعاة والمزارعين ولكن كان يتم احتواءها بواسطة أعيان المجتمع ولم يسجل فيها أي نزاعات حدودية إلا في عام 1968 وكان نزاعا عربيا عربيا بين الرزيقات والمعالية نتيجة وعد الأحزاب السياسية للمعالية باستقلالها عن الرزيقات بعطائهم نظارة منفسلة من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات وتشير بعض الدراسات إلى أن الخلاف بين دارفور لم يعرف استخدام السلاح إلا بعد الحرب الليبية التشادية في أواخر الثمانينات وأن مصطلح جنجويد لم يكن معروفا قبل نزوح القبائل التشادية إلى دارفور أسباب الأزمة جرت العادة عند الرعاة دائما وأبدا التحرك بماشيتهم في الأراضي الواسعة طلبا للماء والكلاء وهو عادة ما يسبب احتكاكات ونزاعات بينهم وبين القبائل التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وكان من إفرازات هذه الاحتكاكات لجوء بعض ضعاف النفوس إلى تكوين عصابات للنهب والسلب وترويع الآمنين ومن هنا بدأت بذرة تكوين الجنجويد إذن من هم الجنجويد ولم سموا بهذا الاسم؟ تذكر الدراسات المهتمة بالصراع في إقليم دارفور بأن مسمى الجنجويد وصف أطلقته القبائل الإفريقية على عصابات النهب المكونة من أبناء القبائل العربية وهو مسمى مركب من كلمتين جن وجويد والتي تعني جواد ويعنون بهذا التركيب رجل راكب جواد ويحمل سلاحا أو بندوقية وتشير بعد الدراسات إلى أن هذه التسمية لم تكن معروفة في دارفور وإنما هي مصطلح عرفه سكان الإقليم بعد نزوح القبائل التشادية إلى الإقليم في نهاية الثمانينيات عقب اندلع الحرب التشادية الليبية ويقول البعض أن هذا المسمى ما أخوذ من الفعل الذي يقوم به أفراد العصابات جنجد أي نهب ومنه قولهم هيا بناني جنجد أي ننهب وأيا كان مصدر هذا الاسم فإنه لا يعني بحال من الأحوال اسما لقبيلة عربية أو لمكون من المكونات المجتمعية في دارفور بخلاف ما هو سائدنا اليوم في أفهام الكثيرين من اعتقاد خاطئ أنه اسم لقبيلة عربية أو مجموعة قبائل ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامج تعليق على حدث والتي نتناول فيها اليوم نشأة وتطور قوات الدعم السريع في السودان فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا وهنا نطرح سؤالا آخر متى كانت بداية تصليح القبائل العربية في دارفور لتكون الإجابة على ذلك بدأ تصليح القبائل العربية بشكل رسمي في أحد حكومة الصادق المهدي في العام 1986 لمواجهة امتدادات الحركة الشعبية بقيادة جونغران واستمر التصليح في أحد البشير وبالتحديد لقبيلتين المسيرية والرزيقات وهذا التصليح وما نتج عنه من تعزيز سلوك العداء القبلي وميل الحكومة إلى ترجح الميزان لصالح القبائل العربية بالإضافة إلى التهميش وإهمال التنمية في الإقليم جعل القبائل ذات الأصول الإفريقية تشعر بالغبن والظلم من جانب الحكومة السودانية لتعلن معارضتها للحكم وتأسيس الحركات المسلحة التي دخلت في خط المواجهة ضد نظام عمر البشير وبدأ يقوى عودها يوما بعد يوم مما جعل الحكومة واجه صعوبة في التصدي للحركات الوليدة لا سيما أن الجيش السوداني كان مرهقا من خوض المواجهة ضد التمرد في الجنوب الذي لم تخب ناره منذ عام 1955 وحتى عام 2005 بعد اتفاقية نيفاشا وما زاد من صعوبة الأمر أن النظام السوداني كان قد بدأ في تفكيك منظومة الدفاع الشعبي التي أنشأها لحماية الثورة والتي كانت الظاهرة الأول للجيش السوداني في حرب الجنوب وكي يتمكن من التصدي لهذه الحركات التي خاضت مع النظام حرب العسابات في دارفور كان لابد من إنشاء مليشيات على شاكلة الدفاع الشعبي تجيد حرب العصابات والكر والفر فوجدت ضالتها في ميليشيا الجنجويد في عام 2003 وكان قائدها وقتئذ موسى هلال المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية عقب ارتكاب مليشيات انتهاكات جسيمة في دارفور تمثلت في القتل والاغتصاب وحرق المنازل وإتلاف الممتلكات وتدمير البنية التحتية وتهجير مئات الآلاف إلى دول الجوار الأمر الذي اعتبره المجتمع الدولي تطهيرا عرقيا اتهم فيه نظام البشير مع مليشيات الجنجويد وتطورت هذه المليشيات فيما بعد لتأخذ الطابع الرسمي لرعاية الدولة وسميت بقوات حرس الحدود ولم يلبث قائدها موسى هلال حتى تمرد على نظام البشير إلا أن النظام استطاع الاستغناء عنه واستبداله بمحمد حمدان دقل حميتي الذي كان تحت قيادة إمرت موسى هلال فأعلن التمرد عليه وانفصل بقواته من حرس الحدود وأطلق عليها قوات التدخل السريع وهنا أيضا تمرد محمد حمدان دقل على نظام البشير ووقع معه في صدامات ولكن حكومة البشير استطاعت إقناعه في كسب ثقتها وقامت بترقيته ليكمل المسيرة في خوض المعارك ضد الحركات الدارفورية وفي عام 2013 قامت الحكومة السودانية بإعادة تنظيم هذه المليشيات تحت إشراف جهاز المخابرات الوطني بالرغم من خضوعها لقانون القوات المسلحة وأضفت عليها طابع الشمولية بدلا من القبلية وذلك بتجنيد دفعات جديدة من مختلف الأقاليم السودانية تحت اسم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقل حميتي ومن حينها أصبحت الذراع القوية والقوة الباطشة التي استعان بها البشير في مواجهة الحركات المسلحة وأخذت تنمو رويدا رويدا من خمسة آلاف إلى أن وصلت عشرات الآلاف وأصبحت قوة لا يستهان بها حتى أقر لها البرلمان في العام 2017 نظاما مستقلا بها وانفكت من ارتباطها بالقوات المسلحة وهذا القانون منحها سلاحيات واسعة تمكنت من خلاله تسليح نفسها بالأسلحة المختلفة وتوسيع نفوذها وخلق علاقات إقليمية ودولية لا سيما بعد أن شاركت وحدات منها في تحالف الشرعية في حرب اليمن وهذه المشاركة فتحت لها كذلك آفاقا جديدة في التعامل مع القوة الخارجية ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامج تعليق على حدث والتي نتناول فيها اليوم نشأة وتطور قوات الدعم السريع في السودان فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيريتريا وأثناء اندلع الثورة على نظام البشير في نهاية عام 2018 دخلت أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم لتشارك في إخماد الثورة وقمع المتظاهرين وتوزعت في المقارة الحيوية للمساهمة في تأمينها مع الجيش والقوات الأخرى وكانت كذلك حتى تصاعد زخم الثورة واعتصم الثوار بجانب القيادة العامة وأدرك قادة الجيش والنظام السابق خروج الموقف عن السيطرة حينها انحازت هذه القوات إلى جانب الثوار أثناء علام قائد الجيش الوقوف مع مطالب الثورة وقلب نظام البشير ومن هنا بدأ طموح ميت المتصاعد نحو السلطة حيث وجد نفسه في المجلس العسكري مع كبار الجنرالات الفاعلة في الحدث بل إنه عين نائبا لرئيس مجلس السيادة وهذا المنصب أتاح له حرية الحركة والتنقل داخليا وخارجيا وكان لمشاركة قواته في فضل اعتصام القيادة العامة في يوليو 2019 السهم الأكبر في قتل المعتصمين وأصبح من أهم الفاعلين في الأحداث بعد ذلك مستغلا قواته العددية ونفوذه المالي من خلال سيطرته على مناجم الذهب والتصدير خارج السودان بطرق غير شرعية مع أخوه عبد الرحيم وعبد الحميد وهذا الأخير هو من يتحكم في مالية الدعم السريع بل إن حميدتي ضغط في كثير من الأحيان على البرهان للقيام ببعض الخطوات التي تمهد الطريقة لإعتلائه عرش السلطة كان منها حل قوات هيئة العمليات وهي تعتبر قوة موازنة للدعم السريع في تسليحها ووزنها آنذاك وكانت كفيلة بالحد من طموح الجنرال حميدتي وخلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ استثنيت قوات الدعم السريع من نظام القوات المسلحة في التجنيد والتسليح حيث تمكنت هذه القوات من امتلاك أجهزة حساسة كأجهزة التصنط والاتصالات الحديثة والمدرعات وأسلحة مضادة للطيران وبدأت التفكير في امتلاك طائرات الدرون وتضاعف عددها من 20 ألف إلى ما يقارب المائة ألف كما أن حميدتي تعاقد مع شركة استثمارات كندية بملايين الدولارات لتطوير قوات الدعم السريع الذي أصبح قوة موازية للجيش السوداني وأصبح يتحدث بندية مع قيادات الجيش وفساد الجيش وهو ما اعتبرته قيادات الجيش تدخلا في عمل المؤسسة العسكرية من شخص لا ترى فيه الأهلية لحمل الرتبة التي منحت له ولذا رأت لا بد من وضع حد لحميدتي والسيطرة على قواته من خلال دمجها في المؤسسة العسكرية سريعا وهو ما لم يرغب فيه الجنرال حميدتي خشية السيطرة عليه أو تحجيم سقف طموحه الذي بدأ يرتفع بوتيرة متسارعة وما الاتفاق الإطاري وعدم التوافق على بنود ورشة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية إلا إفرازات نوايا الصراع على السلطة وإيذانا بالمواجهة التي كانت مؤجلة بين الطرفين ليستيقظ السودان على دوي الرصاص وهدير المدافع سبيحة الخامس عشر من أبريل وهي نتيجة كانت متوقعة لوجود مؤسستين عسكريتين تسيران بشكل متوازي وبعقيدة قتالية مختلفة في دولة واحدة تستحيل فيها استقامة الوضع كاستحالة استقامة الظل والعود أعوج استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار مصر والسودان تؤكدان على أن تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها والاتحاد الإفريقي واليونسكو ينظمان مؤتمرا لحماية الصحفيين خلال الأزمات في العاصمة الأثيوبي أديس أبابا بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية من باريس وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله إذاعة إيرنا صوت مستقل لإريتريا ترجمة نانسي قنقر